اولي نكمل معك تريدك ان اخوا الرأيك في الماتش الماتش والرأي كل لا الماتش والماتش لا الماتش لا الماتش ما كنش خايبين سلطول متون له الكرة متاع الطايف شفنا البرح تعد لقد هكا ما كنش خايبين كندخل كرة الطايف يتبدل الماتش ما انك كنجين الخايبين كيفيش خاصرين ويخدميش ميتون منتخب ممسوس خلقنا فرس بخلف كرة الطايف ايه ما هم زادا ما خرقوش فرسهم ما شدونيش اكلي في في كواه ما كنش خايبين معنا نخلقوا فرس ايه ما كنش خايبين كان دخل كرة الطايف اذيكا وشفنا براح حاجات الملاعبية جدود اللي دخلوا والمنتخب معناها مريض سليم معنا متنجمش المنتخب عنده بريود مهوش في احسن وضعية عنده بريود قاعدة تبديل المدربين جول المشحون اللي الناس اللي كل شي وليت اي حاجة تكبر تفوت التاقة متاع المدرب ومتاع الملاعبية البارح انا عجبتنا بتاع عيسر عيدوني وموان تحس ملاعبية تلمون على الملاعبية ومهو مبيدهم عندهم ما يعملوا ما نجمش يجيو بك ويقول لك شبيهنا شبيه المنتخب لذلك فمبرشة حاجية تزمها تتعاود في المنتخب واهم حاجة اهم حاجة اللي جاء الوقت كلام انا قلته بعد مونديال قطر 2022 اي الفو شون جي معناها يزم اربع خمسة ملاعبية والباقي في المنتخبات كل تعدى بها لفترات هذه لكن اللي يصرنا له انو احنا في بول كما هذي نكمل دوزيام معناها امورنا مهيش واضحة بالكل وبعدها ندخل نحكيه في الماتش بالدتالي ايهاب التومي في التعليقات يقول لك يا تيج يا معذبه ما نحكيه عليك حتى في غيابك تيج يا معذبه مخوية معذب الناس كل يا احمد كيف شفت الماتش؟ بوافقه تماما انوافقه تماما اسلام كيف يش نحكيه علي الماتش اذا نظرنا الى التاريخ فانها فضيحة بانتياز لاننا نملك تاريخا عريقا وكبيرا قياسا بمنتخب غنبيا اما الى اذا نظرنا الى الواقع وتواضعنا فانها هزيمة منطقية وتحطها في ايطار الوضع اللي فيه كرة القدم التونسية تقريبا في السنتين الخنانية حاجة اخرى مساعدت ناش في الماتش هو انه المنافس سجلك بنا تقريبا منذ دقيقة سبعتاش وركنك الباس يلعب لك بعشرة ملاعبية قدام الكاج ما عندك ما تعمل وقت اللي ما عندكش الكاليته هذي عادية في كرة القدم منافس يلعب لك بعشرة التالي الوحيد اللي يحاول هو الطيفك مرة يتعدى مرة لا في وضعية هكا انت بحاجة الى ملاعبين مهريين ملاعبية قادرين يخلقوا لك ويحثوا لك الفارق سواء في وسط الميدان وإلا في الهجوم حاجة اخرى الهدف اللي سجلوا منتخب جنبيا رأوا هدف مسبوق مخالفة على محمد علي بالرمزان اللي توفت فكت له كرة في وسط الميدان انبعد مشاها مرياحة براسة وقعدوا معناتها الملاعبية ما عاونوش وباش على اقل تخرج الكرة لتوش مشاها تكورنير ضربت وهذيك الاطار الفني من بين الحاجات اللي ينبع عليها في الكرة الثيبتة اللي يلعبها منتخب جنبيا هذيك من بين الكورات الثيبتة اللي يلعبها منتخب جنبيا ولكن رأيت شفت معناتها الكورة كفيت ماركيت بعد ما اللي كم حظر بكثير تفاصيل على اللقتة هذيك اللقتة هذيك هو منتخب جنبيا يلعبها من من بين التنويع متاعه في يلعب الكورة بالطريقة هذيك وليطار الفني نبه الملاعبية وخاصة حارس المرمى والدفاع للحكاية هذيك لكن صار نوع من من التراخي وإلا من قلة الانتباع والتركيز في المدافعين على غرام والمرياح ما طلعوش مع معالم لاعب يمشاهد رب الكورة ماركيت هدفك هو حطينا كل شيء سحلنا قيس العقوبي وقت اللي احنا قيس العقوبي عند اعداد القائمة شكرناه وقلنا قائمة هذي تقريبا تستجيب لمطالب جمهور والفيسبوك والمحلل والعالمين اعرف تسمي فيه سحل عايش ما تسميش نقد طوى كل واحد يشد البوست ذيكا يحس روحه مستهدف وقل لك الاعلام السادفية والفيسبوك السادفية اخوة لازم العباد تكون واعي لشد البوست ذيكا انك مدرب منتخب معنا من حق العباد تتكلم زيدا معناه وتعطي رايها فم فم كلام ما ايت قالت متع تتحك دارة وكلام متع السحل اللي قلته وانتي والسبان معاك على الاخر لكن النقد معناها الناس كله عنده حق تحكي على منتخب زيت ايه عندك الحق ما نقدره وعنده عنده حدود مش نمشي للسحل والثلب والشتم ما شفتش الحق حتى مثلا سامير وافي سامير وافي عمل تدوين على قيس معناتها خارج التاريخ وخارج المنطق معناتها مش معقول مش معقول انا انصح كل مدرب تونسيان بوحدة مدربين وياك تشد الكيب ناسيونال ستتعرض للهرسلة والشتم والتنكيل طيلة فترتك طيلة فترتك مع المنتخب شرف لكل مدرب يقود المنتخب وليزم يكون قوي في مخ ويكون في العزل مرحبت الصدر مش يكمل اللي قدر يا ولدي انت راه قدام مكينة بيشتواجه مكينة راي مكينة مكينة متاه هدم كل ليست تعملها وذي مهمت كم انتو محمد مهمت كنتي واسليم لانه بصراحة فما بلاتويت فما ناس يقول اللي يحب ولي يجي في مخو الكل ما احترام يبديع مش فما صحفيين يوقفوا ويكونتروا ويقولوا مش معقول وميجيش وكان لزم ينحيلوا الكلمة جملة وفما صحفيين وليش نحكي انا على تيك توك ولي الفيسبوك ذيك ظهرة صحية ما فما بلاتويت لاحقيقة سليم معناها لو يقول اللي يحب كانوا منصر لوحيش يشدوه اللي مهمش كل بستية يفتقوه كانوا جلال قادر يشدوه للنس كل وقت جلال عدد نس كل جدد ومنظر كبار كيف كيف قايستوه ومفوزي بنزرتي كان احسن مدرب بعد فما كلم ما يتقالش وذي الحقيقة ذي رأيينا والله ما شفتش كلام ما شفتش كلام تقال على المدنبي ما يتقالش في البلاتويت لا اتقال اعطيني مثلا انا اعطيك انا تدوين سامير الويفي مؤثر كبير مصدر لا سامير الويفي مؤثر مؤثر سامير مؤثر يجيوا حتى تدوين تخذوه بعض المواقع وتبنوه ما غير ما نسبوها لزمه قال قيس العقبي ذارة صوتية ولغوية واتصالية أقصى ما يستحقوا هو ناتق رسمي باسم الجامعة يا حذق التواصل والمصروف اللغوي والفصاحة لكنه على الميدان لا يستطيع ان يحول معنى تنظيره الى فعل وكل تجاربه السابقة لتبرر وجوده في المنتخب فما بالك على رأسه يعني احنا احمد مش نحلو تدوين سامير الويفي لا سامير الويفي مؤثر كبير مؤثر اليوم نحكيه بصراحة احمد مش نحكيه اليوم على ظهر في المجتمع ليش نقول ظهر في المجتمع خطر احنا ربطنا على مدر المنتخب اليوم رأوا الفيرق متاعنا هنا نرجو على الفيرق متاعنا سعيد سايبي في كلوب افريكان كيفاش خرج نحكيه على الشعبين الفترة الثانية بتاعه كيفاش خرج مرتين وعين مرتين نحكيه على فوزي بن زرتي رأنا نحكيه لك الجعادي فالتراجي رأنا نحكيه على ذهر رأنا نحكيه على ذهر بصراحة في نقول في المجتمع بتاعنا خطر اليوم الى متاه الى متاه بش تواصل شي هذا اليوم شوفه حتى في المدربين متاعنا مدربين متاعنا ولا تخارجه ولا تمشي ماسعدهاش خطر اليوم نوصل للساحة نوصله على اي انسان اليوم مخول له انه هو يقيم نحكيه على سامير الوافي سمحني في الكرة في الكرة اليوم بش تحكي انت كنتي بش تقيم مدرب ولا بش تقيم فنيا مدرب معنى تش نو الحاجة اللي عندك انت بش نجم يا فقري انا ضد الصنصرة اي واحد قاعد في القهوة فان برش يقوله مش اي واحد اتكلم انا حتى مع كل قاعد في القهوة عنده الحق يبديرايه كاتب على بروفيله اموره يبديرايه حتى لو كان ما يفهمش هو عنده ما يفهمش ما يفهمش اهما طريقة الي احكيباه وطويكي رأوا الطريقة متاعه صحة اللي بطريقة متاع بصراحة معنى تبوش فكيك لو نحكيه على نقد ما تقودش بالطريقة ذيك مش بالطريقة ذيك تمس في الشخص يا كوتش اعطينا احنا نحكيه بمنطق فيش اخطأ قيس اليعقوبي وفيش اساب هلش نشدوا الرجل اللي كاك نحطوه في التركينا باي خلينا نرجو الاكثر المبارات مالك بس معنىكش عندي ذالي عندك الاستاتيستيك اكثر على المبارات اياما خلينا نحكيه ساعة قشور كيما نقوله نحن المنتخب بالبارح بالتبعى مرحلة انتقالية عموما مرحلة انتقالية بالتبعى اخسار الشبان نظومة اللي جاءوا والملاعبين المحترفين جاءوا في ظروف خايبة شوي بصراح فما حاجات بها فما حاجات قايبة البارح الناس الكل قبل الماتش قلنا يلزم قيس يدور الجروب هنزيد ونشوفه اكثر الملاعبين بالتبعى السكور ما تبعشوا كيما قالوا الناس الكل معتها كيبش نحكيه ادي الميتان الول كان كيما يلزم لكن مش تطال به لانك شفنا جيست كان الطايف والعابدي والبقية يتبعوا تتبع لانك كيما قلت كيما رحلة انتقالية تقريبنا النسخة متابقة لماتش تونس وجزور القمر انا زيروه في رادس انترون فوزي بنزارتي ومرا يدي قيس العقود تبديل كمف الاسماء كهو نفس الاخسارة نفس الستات نفس كل شيء ونفس ظروف المقابل حضرتنا بش ما بداش نحكيه من فراغ فهم بعض الاحصائيات حضرتهم باي موجودة الاحصائيات تجاه تتشوفه في الجرافيك تقريبا فهم البوشك